اشتركوا في القناة 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 من شلال وادي الجاهلي التابع لمديرية المواسط محافظة تعز نبدأ رحلتنا لهذا اليوم رحلة جميلة ورائعة في هذا الوادي الغني بمنظره الطبيعية والزاخرة والغني أيضا بالخضروات والفواكه والعديد منها ولكن قبل ان نبدأ رحلة اليوم دعونا مع سؤال حلقة الرحال وسؤالنا يقول اذكر ثلاثة او دية مشهورة في مديرية الموادف محافظة تعز نذهب للمشاهد من هو الفائد صحة القطر يوم ثم نعود منكم للرحلة عرفني باسمك صلاة أحمد محمد الميتان السماحي من وين من سيحوت من سيحوت يا حية اذكر لي اسمها ثلاثة او دية في مديرية المواسط مديرية وين المواسط وين مديرية المواسط في محافظة تعز في محافظة تعز المواسط ثلاثة او دية في مديرية المواسط مالي خبرة بالمائة بتعز يمكن وادي سامع نحن دخلنا وادي سامع يعني ما عندشاش نغلاط كثير مالي خبرة صدقي شكرا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ عارفني باسمك؟ طاها عبد الله من فين انت؟ من اب من اب يا حياء طيب اذكر لي ثلاثة وديان مشهورة في مديرية المواسط محافظة تعز وديان ثلاثة وديان أكثر ثلاثة وديان مشهورة في مديرية المواسط محافظة تعز ثلاثة وديان نفسه مح نفسه مح حاول حاول ما زرتها أبدا؟ ياتك العافية كيف حالك؟ عارفني باسمك؟ عبد الراب محسن عبد الراب مين؟ عبد الراب محسن عبد الراب من وين يا أخي عبد الراب؟ من وادي بناء واشتوي هنا بيافع؟ مين؟ واشتوي بيافع؟ ايش يشتغل؟ في المضعم الله يوفقك طيب اذكر ثلاثة وديان مشهورة في مديرية المواسط محافظة تعز في وادي بناء؟ انت من وادي بناء؟ اعطيني ثلاثة وديا؟ ايش؟ في وادي بناء هنا بيافع في وادي بناء هنا؟ اه بيافع؟ مش وادي بناء في ايب؟ لا هنا وادي بناء اهه أول مرة درنا في وادي بناء بيافع طيب اعطيني ثلاثة وديا مشهورة في مديرية المواسط محافظة تعز ما قدرس جاعة خالص؟ ما أصب تتشرف بزيارتنا وأنا تشرف بحضورك وتكتشف اسم الوديا ان شاء الله أعطيك العب السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد الله عرفني باسمك؟ أحمد عبدالله حياك الله واسمك الكريم؟ أحمد فاضل حياك الله أحمد وحمد من فين؟ من بني مسان تابعة لمين؟ للعزاعز يا محمد قبل ما نقل عندك سمعناك تلالي كذا كنا نسمعك كنت تلالي سمعني ملالة شوية و ليال اليه 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 كادي وبالمودني رأس النقير كادي وبالمودني كادي وبالمودني والاخباري بحازغة قاتني شلنا المطار ويتقلقل السحيب ويتقلقل السحيب من كان محيب يتقلقل الغاليب شكرا جزيلا لك طبعنا معي سؤال في الرحال عليه 20 ألف ريال طيب شكرا سؤال يقول أعلم تشكرني عندني مسئلتك شو؟ سؤال يقول اذكر ثلاثة أوديا موجودة في مديرية المواسط البركاني، العبار، والكابية على طريقة الخموز بني حمار كم المسافة بين كل وادي ووادي؟ قريب عبار بعيد تقريب عبار؟ ما يزرعون بعبار؟ يزرعون من قنع الحاقة الحق العفيفية بموز، بولين، بوبلاح، تبواح من قنعهم أنت مزارع يا محمد؟ أنا موقس بحيم تشتغل موقس حقار؟ حقار عبار الكاذية الكاذية أنت شايف الإقابة صحيحة؟ نعم صحيحة متأكد ولا تشاهد له؟ نعم هذا الصحيحة متأكد، متأكد، لم ينفعتني غالطك؟ لم ينفعتني غالطك؟ لم ينفعتني إن شاء الله الله يحفظك إن شاء الله ويعطيك طول العمر بالعافية ويحفظ لك صوتك الجميل والنقي ويحفظك إن شاء الله إذن هذه جائزتك في حلقة اليوم في الرحال عشرين ألف ريال شكرا يعطيك العافية ترجمة نانسي قنقر يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراكي مع جمال الطبيعة في محافظة تعز تكون رحلة اليوم الرحلة التي نهرب فيها من احتقان المدن بالطوداء إلى القبلة السياحية المزدانة بمظاهر الجمال والاستجمام والراحة إنها أودية تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يفتقرون إلى وجود السدود والحواجز المائية التي تحجز مثل هذه المياه والتي قد تفيدهم في أمور كثيرة للريل، للزراعة، لسقياء الحيوانات وغيرها هذه المياه التي تساد أيضاً في أيام الأمطار والسيول مكونة شلالاً أكبر من هذا الحجم وأكبر من هذه المساحة أصبحت أودية تعز ملاذاً يلجأ إليها الناس سواء من مدينة تعز أو المناطق المجاورة لها يقصدونها أيام المناسبات والأعياد وعطلات نهاية الأسبوع تحديداً في أيام الصيف حيث الماء والخضرة والوجه الحسن هنا يعودون للحياة من جديد يتنفسون الهواء النقي يرتمون في أحضان الطبيعة تحديداً في وادي الجاهلي أو وادي الأخمور وغيرهما الكثير في تعز توجد العديد من الأودية منها الأودية المائية والتي تجري فيها المياه بصورة دائمة على مدار السنة ومنها وادي ورزان، رسيان، الضباب والبركاني وأودية جافة والتي تجري فيها مياه الأمطار الموسمية ومنها وادي قراضة، السوارح، حبان، وادي الغرافي وغيرها الكثير ترجمة نانسي قنقر وتبعيني يا شياهي بين أسراب الطيور املأ الوادي ثغاء ومراحل وحبور وأسمعي همس السواقي وانشقي عطر الزهور وانظر الوادي يغشيه الضباب المستنير ترجمة نانسي قنقر وادي الجاهلية المنفذ الواحد لوادي الضباب عرف بزراعة العديد من أشجار الفواكه كالمنجو والقوافة والخرمش والبطاي في مواسمها كما أنه عرف أيضا بزراعة الطماطم والكرافي وغيرها الكثير من الخضروات المختلفة يتحدث الأهالي عنه بأنه يعد متنفسا للعديد من القادمين وسائحين وزائرين لهذه المنطقة كانت هذه هي رحلتنا في وادي الجاهلي الذي يتجاوز الخمسة كيلومترات تقريبا كما أخبرنا الأهالي والذي أيضا تزرع فيه أشجار البن وقد أخبرنا أحد المزارعين بأنها تتجاوز ألفي شجرة تقريبا نتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم وقتا جميلا ورائعا مع المناظر التي حاولنا أن نقتطفها لكم في فقرة الرحال في حمقة اليوم كأشجار الطبيعة التي غرست جذورها على الأرض غرست العديد من الأشياء القديمة والرائعة في حياتنا احتفظنا بها وكبنا تطورات الحديثة ولم نتركها ما زلنا متعلقين بها ومحافظين على أصالتها وتراثها التاريخي فقرتنا من الماضي تسلط الضوء على مشلها كذا أشياء عجيبة وغريبة ولها زمن ماض يرتبط بحاضرنا دعونا نتعرف على ما سنجده في فقرة اليوم من الماضي من المحافظة تعز المخاء المخاء ما اسم المنطقة هذه المخاء المخاء هل لها اسم معينة يعني منطقة معينة حارة معينة هذه المدينة صحيح المدينة المدينة قد تكسلوا قد تكسلوا حاجة عدم تكسلوا لا لا ما فيش لا فيش يلا يعطيك العاف كيف حالك؟ الحمد لله إيش اسمك؟ اسمي عبد الرب محمد من وين نعم عبدو؟ من مكيرس من مكيرس؟ نعم من وين مكيرس؟ من عدن؟ من مكيرس نرسم كيرس الله يحفظك يا عام عبدو نسألك معك حاجة قديمة في البيت؟ إيش من حاجة؟ تلفزيون قديم، راديو قديم، ساعة قديم، ثلاغة، ملعقة، صحن، عقد، سلسة، أي حاجة قديمة؟ ما والله ما يجي معي، حتى لا يجي معي في البلاد، ما يجي إهلي وما زلنا نبحث عن الماضي في هذه المنطقة هي إحدى مناطق منديريات أو منطقة كريم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ الحمد لله لكل حال ممكن توقف لأسألك سؤال؟ اسمك الكريم؟ اسم أحمد حسن عوض بحارتة من أين أخي يا أحمد؟ من منطقة السويري، مديرية تريم السويري، مديرية تريم، يا حيا نحن في المحط في فقرتنا التي هي من الماضي عن الأشياء القديمة التي يحتفظ فيها بعض الأشخاص تحددنا في مثل هذه المناطق أو مثل هذه القرى فهل عندك شيء قديم عمره 50، 60 سنة، 70، 80، 100؟ نعم، ممكن، وموجود معي في البيت ما معك؟ والله أتأكد من اسمه، سأجيب لكم الآن أي، ولكن عبارة عن إيش؟ عبارة عن فاروح، هذا يقلمون بالأشجار فاروح؟ أي، قديم أيام جداً طيب، هذي بيتك؟ هذا بيت، نعم ممكن تدخل تشوفه، وننتظرك هنا؟ إن شاء الله، ممكن طيب، تفضل، وحيدخل إلى المنزل علشان يشوف الشيء، وننتظره هنا في هذا المكان يا رب، يطلع معه شيء قديم طيب، نشوف؟ أهو، موجود، تعال، بسم الله سلام عليكم، اسمك مرة ثانية؟ الاسم أحمد حسن عبود بحارثة أحمد، أحمد، إيش الأشياء هذي موجودة معك يا أحمد؟ هذا أولاً زير، يحفظوا فيه الماء قديماً، يبردوه وهكذا يعني وحطوا فيه الماء، كم ممكن تعطينيه؟ هذا زير؟ أحمد، أحمد، قديم جداً، شكله قديم، بس كانوا يحطوا فيه ألوان من زمان؟ أيوه، ألوان يحطوا فيه الماء، يبردوا فيه الماء تفضل، طيب، هذا غزير، غير الزير، إيش في معانا؟ وهذا الميزان، ميزان قديم، كم سنة له؟ والله هذا معانا حوالي أكثر من ثلاثين سنة، قبل ما أخلق بجن، أنا عمري 35 سنة الآن طيب، نحن نبحث عن أكثر من خمسين سنة لا، هذا يعني قابل لهذا قديم جداً جداً، عمي 35 سنة وهذا موجود قبل ما تخلق بثلاثين؟ أكيد، من قلك؟ هو يوحي كذي، طيب، غيره كمان؟ وهذا اللي كلمتكم عليه هو الفاروع عليك السلام و الرحمة، الفاروع؟ هذا الفاروع؟ لا، هذا ملعب ملعب، هذا قصوب الملعب تعال، اشرح ليها؟ هذا عمي، هذا بيعتشر أمركم تعال، اشرح ليها، اعطي ليها، كيف حالك؟ الحمد لله، بخير، اسمك الكريم؟ عبدالله عوضبا حالي طيب، يا سيد عبدالله، ايش اسمه؟ هذا ملعب، يقولون له ملعب، ايش وظيفته؟ وظيفته هي... يقطع؟ لا، حق الفختة، يوم يخطون النخل ايش معانا يفختون؟ يوم يزكون النخل، يزكون ايوه، طيب، كم تتوقع، كم عمره؟ اوه، عمره قريب 60 سنة ايش عرفك منه عمره 60 سنة؟ هذا ايام الوالد هذا من ايام الوالد؟ والوالد فينه؟ الله يرحمه قبل كم توفى؟ قبل كم؟ قبل خمسة وعشرين سنة قبل خمسة وعشرين سنة، يعني اذا كان يستخدموا على ايام شبابه، فأكيد سيكون قديم وبالنسبة لل... هذا الكوز، هذا، تعرفين الكوز؟ اوه، هذا كم عمره يطلع؟ من ايام الجدود نحن هذا شيء طيب، انتون ايش محتفظين بهذه الأشياء؟ خلاص، قرحينه في البيت على هكذا والأجيال بتتعرف عليها الابن عن الابن عن الابن؟ اكيد، ايه نعم جميل جدا، وهذاك الميزان كم عمره؟ هذا حق الميزان هذا من ايام بريطانيا لا، معقولة، من ايام بريطانيا، وقالي 30 سنة أنا على حسب عمره يعني هو على حسب عمره ده على شب ده، تقريباً ايش كانوا بيزنوا فيه؟ هذي يزنون ويطرحون سلسلة هنا تعرفين سلسلة؟ ايوه؟ ايوه، والكفة هذي اهه وهناك كفة اهه سلسلة ويزنون، وهذه شفيها الميزان طيب كيف كانوا يزنون؟ يحطوا هنا ايش ويناء ايش؟ هناك كفة ايوه كفة، بس ايش يحطوا فيها؟ يحطونا ايش تبقى عنب تشتري الروز مثلا؟ الروز كل دقيق وبرو وفي الجهة الثانية؟ وفي الجهة الثانية يطرحون اللواق هذي اهه لو تعرفين لا طيب وكيف يزنون؟ وكيف يزنون؟ هذا ايش؟ الرطل، تعرفين الرطل اهه؟ هذا هو تطرحون هنا طيب وهذا ايش؟ هذي الشوكة هذي علامة الميزان تقود هكذا؟ مائل ايوه اذا توزنت مع بعض تبقى موزنة ايوه اذا هنا في هذه المنطقة اسم هذا المنطقة؟ السويري السويري في مديرية تاريم في محافظة حضر موت جئنا الى هذا المكان وحاولنا استكشاف مجموعة من الاشياء عن طريق الاخ احمد وبالتالي يكون قد فاز معنا بجائزة فقرة اليوم من برنامج طائر السعيدة في فقرة ميل الماضي بثلاثين الف ريال الف الف مبروك يعطيكم العافية اللي هنا صفقوله يعطيكم العافية شكرا جزيلا مع السلام اصعد الله اوقاتكم بالخير دائما وابدا وشاهدينا في فقرتنا المخصصة لكم بهدراع الماشي نلتقي فيها مختلف الشخصيات اللي بنقابلها في حياتنا اللي بنتعرف على تفاصيل حياتها مع هذه الاصوات الطبيعية صوت البناء والموتور والموتور والرياح وما شابه كل هذه الاشياء الموجودة نلتقينا في وسطها احد الاشخاص الذين تميزوا دائما كما اخبرنا الناس عنها بخلفة الدم والروح خلونا مع بعض نكتشف شخصية اليوم السلام الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في وقت الزمن الجميل جميل جميل ربنا يوفقك ان شاء الله يا رب طيب بداية قبل ما نتكلم عن اذا الرياضة اللي حتكون محور حديثنا متزوج عندك اولاد السؤال الذي يطرها دائما السؤال محرك ليش لكل اسباب ليش ليش محرك متزوج نعم ولا لا لا احسن احسن عنددار انك عايش وغاسك ملكك وحياتك ملكك وتعادتك ملكك بس في الواقع انه واحد لازم يتزوج ان شاء الله قريبا ان شاء الله رب ان اتأخرت الاسباب الشخصية تعزمنا اكيد ان شاء الله وعد باذن الله قريبا ان شاء الله ان شاء الله يا رب طيب قلت لي على حياتك انك لك علاقة في مقالة الرياضة من وقت بدأت تلعب كرة القدم والله لعبتها من زمن المدارس والحارات لعبت في من ستة وثمانين وانا في الفرية الاول في ناد المجد قبلها طبعا كنت في الأشبال في نادية زهرة وللأسف يعني المدرب كان يكدي لي رقم عشرة احتياط وفي رعب رقم عشرة في بلعب داخلي وخارجي ساعر حي ما سايش عادل بقول لك اشكر رأيك اشكر ردتش علك وانا رقمين واحد من الحاجات الغريبة يعني تخيل لي لعب رقم عشرة احتياط على مشت واحد من الجمهور قال حمير رقم فوق منه بعدها انتقلت نادية المجد لقيس فرصتي وأصبحت لاعب مميز لعب مع زمن جمال حمدي وشويت والانسي ونجوم المجد كثير الله ايام كان لكرة القدم يقول له الزمن الجميل هذا اليوم ليش الآن حاليا كرة القدم مختلفة عن كرة القدم اليمنية القديما لكن الفارق ان في شوية من الامكانيات شوية الموجودة الان هي شوية لا مبالغ شو نقول وكذا والنتاجنا اللي حقدوا منتخب الناشين هذا كان جميل يفرح الكل ونتمنى من خلال هذا النزيجة تطور القرى افضل صحيح لا نكتفي بفوزنا ببطولة معينة بكاس معين مقدر ما نهتم ايضا بكل الانشطة الرياضية المختلفة اكيد اذا صارت لك مواقف مختلفة وكثيرة واحنا سمعنا من ضمن هذه المواقف انك كنت ناوي تأسس منتخب للنساء اوه هذا والله كان نفسي في الاخير ربعات الموضوع فنجد قولي ما فنجد الفكرة اولا الفكرة اللي اني بنشوف منتخب البرازيل للنساء والارجنتين وكذا واحنا افضل منتخباتنا هذه كلاما بتقدمش نتائي قلنا نجرب النساء قلنا نستضيف الأولمبياد في اليمن ونلعب فريق النساء كرة قدم يعني يجي المبارعة تبداع الصاربع والكابتن حكنا ما قد جيتش ما هو قالي عادي تمت تقبض ويتغتي زوجها وعد رحضة هذا الحين يعني تيجي هجب اللي صالحنا وحكنا الحارسة ما بيش معاها اي حاجة تنضبط خطة 18 السوبة كامل يعني كانت فكرة هكذا وكان في فكرة حك الملاكم اليمني عشان الناس يفكروا ان نلقات مش كل شيء الملاكم حكنا ممتاد لكن يخزن بالشكي مع التصريح ما يتحليش الواقي يخزن بالشكي ما يتوش اللحام اللي هنا طبعا طول المبارعة والحضور مقاوتي يقولوا لي تجدد يخزروا اللقات لها داخل الحلبة يجددها بعضيقت بعدين تجي المعاس تدخل تأكل الكفته هذا تطلع المبارعة برعاية الذريدة هذا أقوام قوت القصص هذه انت اللي مشهور بأنك تعلبها وتدخولها طوام للاك كثير من هذا القصص كثير إن شاء الله بايكل لنا لقاءات أكثر معكم إن شاء الله إن شاء الله بس كلامك عن القات يوحي لي أنك مولعي 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 جدا طب شعورك وحنا الآن قلسة نصور والله شعوري وإحساسك كذا وانت تفكر بالقات وقلسة القات وعلاقتك يجيلك الرازم اللي يقولوا عليه طبعا علاقتي حلبة الرازم لأنه الرازم ينتظر لي لسة أربعة إذا ما خزنش يجي تلي ألفين هو اللي يصير خزن وإذا ما خزنش الموضوع بيكون كلام ثاني إيش نحت الله إذا ما خزن؟ والله أحيانا الرازم هذا يجي خلقش ما لك أقل لي شيء أختيت لك ألف هاي اللي هوقت حاسبني مقدمة ها طبعا على أساس رح تخزن كيف؟ مرة سرت العمبارة وأنا مولعيقة والرازم دخل الملعب قال لي بعين اللي خلاك تسيب الرياضة؟ العمر طبعا العمر والإصابة إصابة؟ إصابة هي والتمز كثير للتاخ والعمر السبب يعني تمام العمر ما شاء الله بشبابك وحياتك ليش ما يكمل؟ طبعا نقذ عمري خمسين واحد وخمسين ساعة الباني ما شاء الله؟ طيب ما رح نقول لك عنك يا كابتن يا كابتن الآن بشبابك وحياتك طبيعي لكن العمر ما بساعد شعني طيب أكيد لك علاقة في المجال اللي دامنا لك علاقة في الرياضة في بيكون لك علاقة أيضا مع الفنانين مع الممثلين بذة اليمنيين وحنا سمعنا إنه لك علاقة طيبة بذك فيهم؟ أنا طبعا كل الكوميديين هولا لما سألهم عن عدنان بايت توليش انطباع خويس عدنان يا تويتي معروف؟ طبعا أغلبهم هولا اللي فعلتوا معهم مقابلة تعرفوني أنا من الناع اللي خزوي ما أحضرش في القنوات في الإذاعة اليوم لأول مرة هجي في قناة السعيدة إن شاء الله مش آخر مرة ولا أنا الشرف طبعا والله أنا لي شرف أكثر والله ترباني يحفظك طادف إنه في فترة من الفترات إنك بحكم حضورك لمجمعة من المناسبات سواء مناسبات العزاء أو مناسبات الأفرح إنك مرة رحت عرص دخلت عزاء أو العكس صح؟ حكي لنا عن الموقف هذا أنا داخلي عرص لحظة من البداية أنت كنت توقّهك لا وين رايح عرص ولا عزاء؟ عرص تمام مرة عيدة ما يجي الفنان بينه الغزن ومدري ما هو التلقون أيضا وأشوف إن الناس ما بيشارك الفرحة غلطت بالعنوان يعني غلطت جدا بالعنوان وفينا دور واحد المهم حصل موقف إنه في واحد أخلي من الرضاعة أنا حتى أساساً ما أعرفش طبعاً هذا كلام زمان بعدها بيشارك دي ما هو خالد ديف دي المهم حالي أخذت على الفناني طرح أصد كتابة لحظة أنت الآن أخوك من الرضاعة أكتشفته وأنت داخل صالة العزاء؟ لا في نهاية الموضوع كيف كيف؟ إن الموت هذا يخصه ها يعني سبحان الله أنت رايح صالة عرص ودخل عذاب الغلط وقلس وطبيعي ومتظر للفنان وبيخزن في نهاية العزاء أكتشفت طبعاً واصلت العزاء ما أتخرجت يعني هذا اللي حصل في الأخير اكتشفت إنه هذا أخذ من الرضاعة سبحان الله كيف ساقتك الأقدار والله ما أقوليش متوكع بس اللي حصل إنه رقعت الموضوع مفاجئ لي من جانب من جانب آخر كيف عرفت يعني كيف قال استسأل مثلاً من الميت أي وبعدها جلست كإن أنا معزوم هناك كإن أنا موجود حضرت وقلق الميت طلعت وقلق الميت في الأخير قلق سبحان الله الحمد لله ما ضربونيش بس في كساقتك لأقدرنك رحت عزاء أخوك من الرضاعة بالفجأة بالفجأة هذه من المفارقة ما أكون شعر كامل الموضوع هذا له أربعين سنة أربعين سنة سبحان الله طبعاً ما بيتأرخش عند اليمنيين أغلبهم ما بيتكلموش على موضوع الرضاعة إنه تتكرب لا يجي الزمن ويتغير الزمن بعدها مشكلة مشكلة طويلة فعلاً نبيل السلال نبيل السلال الله يعافيش فيه يا رب وطحية خاصة له فقل لي به ناس أن تروحين يخزن عندهم الأخوان كلهم تزبج عليهم ما حاج يتكلم منهم سبعة والأب تزبج عليهم ما حاج يتحاق فقل لي يا سلام سلم يعني مكان غنومي اتخل وبهل أب بعفت والأخوان أعفاء شفت من أولها قلت هذا أنا قل لي ما يزبج ونتبقي هزبسك داخلت تزبج عليهم بدأ تزبج فجأة دخل واحد من العيال عفت بس كده تعباء مع بياده يلطوا مابوه هنا بالبياد الطراب وهولك قاموا قاموا زي العسكر والأب قال ارزوا حبيبي ارزوا حبيبي خلوا في الوسط جلسوا جلس دقيقة قال الأب ادوا حبيبي خرجوا حبيبي في الأخير لا مده لعنده جلسه يفعل له هكذا ويفعل الكف يدله ما هذك رقج أنا قلت له ماء لف لف تلقات حقيقة ليش ترحلي شوية حسيت بخطة بيخط قلت والله نو عدو مالشي نرجع نخط المهم كل شوية ونشتل بس ونكودة قوم منها قلت للا تعرفني ولا أنا شو نتيلي زباج وأسير زبج علي هنا وحتي وحتي هذه من المواقف اللي حسيت انهم عيقوموا يضربوا الحضو لانه حفظ الموقف لماذا يعني كذا خلاوا بعدين بالأخير لا حاجة لما كان يقول ارزوا حبيبي وهولك شي فلتهم اددوا حبيبي خرجوا حبيبي وهم عسكر مع الأب ويشغطوا يتوفروا وانها اتفكت انا ونفسي انا اذا اتنسى ما بتنساش لانه خرجت بعجوبة من هما وعفاظ كل هم كبار سبحان الله احيانا نفعل ان الانسان تصادفك مواقف حادية ما بيكون مخصص لها في نكتة سمعتها من واحد يعني نكتة حالية والله واحدة تزوج بواحدة مش جميلة بعدين خورت تأكل في الحوش تصطبح صادف النسور حكوهم زدي جعلت لزوجها ما بلان نرفع السوق على أساس من الناس ما يشوفوهاش جلها رزين زي هم عرفعوهم على أساس التضحين بتنكت انه النساء مش جميلات لا لا بلانك انت داري انه ما فيش مرأة مش جميلة كل النساء جميلات والرجال شخصيات شخصيات بس انا نقولك على الجمال يعني على مستوى الجمال لا الجمال طبعاً للمرأة في كل الأحوال هي في الأخير هي أم صحيح فهذا لا غناء عنك حقيقة وجودها وكينافذ طبعاً طبعاً طيب حياتك ارتبطت بالطرفة والمزاح والزبقية وكذا وخصوصاً انه أنت من الأشخاص اللي عرفنا انهم بيألفوا حتى القصص ما شاء الله في سرعة تأليف القصص طيب هذا المجال ما دخلك في مجال آخر انه في حياتك مريت بمواقف موقعة مواقف حزينة موقف أثرت عليك يعني مثلاً أنا حصل موقف مرة ثلاثنان الزبج من الساعة الثنتين للساعة الثماء ثنتين الظهر لا ثمن الليل والله لا ثمن الليل بشكل عجيب قوي يعني والضحك موجود موجود هذا في الفيديو بعدين بعدها خرجوا ثني من الحيال أصحابي نفس اليوم هذاك مرضى بهم متوفى للأن عقدة لما اضحكنا معاهم وقت محدد يقوموا يخرجوا خلاص يعني قالوا عتملنا الأسرة عتمل الأسرة كابا هذا في مثل كثير دائما لما يعني اعتقد انه في بعض الأطفال أو الأولاد لما يقلس يضحك كثير كثير الأن تقول له تعوض من الشيطان الرقيم أو لا بتضحك كثير بترجع تبكي معنا يقولوا الضحك يوقف القلب طبعاً هذا لا قصاص بس المشكلة إذا راح نقت في زبجة صينية كيف يعني؟ يعني صينية تتكركري سعى وتعلقي عند قدري كيف احنا زبجة فري يعني الله يحفظك إن شاء الله يا رب أمن ياتك تنيات هذا النقاط أنا أولاً أشكر قناته للصعيدة جداً احنا نشكرك أيضاً من حضر مع السعيدة يسعد دائماً يا رب ويشرفني جداً جداً إن أنا أكون ضيف للصعيدة وشكراً لشنتي شخصياً ربنا يعطيك العافية نتمنى أن نلتقي أكثر وأكثر والله إن شاء الله بإذن الله وإن الله نشوفك دائماً بكل خير وكلمة توقيها كده للمشاهدين علشان الإبتسامة والسعادة والفرح والله أنا أقول أنه أول شيء إحنا لازم نحب اليمن ونتعاون مع بلادنا بكل شيء وأكرر للمرة الثانية أنا أحب قناة السعيدة لسبب لا مجاملة لأنه بعيدة عن الضوضاء والفوضاء والكلام الفاضي واستقر في اتجاه الفن والضحك والبرامج الهادفة وهذا بأماني شهاد مني أمام الله بعدها صبته اسم حلو السعيد يعني اليمن السعيد والسعيد إن شاء الله يا رب هذه لفتة بسيطة من برنامج طائر السعيدة وفقرة هدراع الماشي نتمنى أنك تقبلها مننا مقبول إن شاء الله ليعطيك ألف عافية وكننا سعداء قدام فيك أخي عدنان تويتي من اليابان من وادي بناء من وادي بناء من اليابان نقائي ليلة نقائي شكراً أيضاً لكل الأشخاص اللي بيرسموا هذه الابتسامات الجميلة في نطاق حياتنا لا تروحوا بعيد ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفة في طائر السعيدة أربعة كونوا معنا أهلاً بكم في فقرة هيا نلعب الفقرة اللي بنلعب من خلالها مجموعة ألعاب إما شعبية أو ضهنية أو خزنة الحظ إما اليوم يعتمد على أنه الشخص يعزف اللي بفهمه أكثر من اللحن أغنية تتر مسلسل أي حاجة مختلفة نشوف بعضها أيش الظرف اللي حيتم اختياره أيش الجائزة اللي حيحصل عليها عبدالله معي السؤال قد تربح فيه مئة ألف أو خمسين ألف أو ثلاثين ألف على حسب نوبر بضم نوبر بضم إن شاء الله إن شاء الله بعطيك أسماء مسلسلات عربية تعزف لي لحنا بفمك ما في السؤال غاني لا الليالي الحلمية كلنا نعرف الليالي الحلمية لا الليالي الحلمية هذا ما عرفه ما تعرفه لا طائر السعيدة مسلسلنا طائر السعيدة حقنا البرنامج تعزف لي الاغنية حقه تتر head on. في هاته أيضا ممكن تغيير السؤال لا يمكن في أي سؤال ثاني لا يمكن يعني ممكن جابة هذا حظك هذا السؤال صعب و هذا حظك نخرج يعطيك العافية ما في سبق ربيت يست experiência همي همك الأغنية همي همك لا تقول همي وحدي همي همك أنا منك وانت مني همي همك حلو هذي همي همك كيني ميني كيني ميني كيني ميني كيني ميني مع ورور مع ورور سلسل مع ورور هذي مناش ذاكري راحت عليك يا تاكي العالم كيني ميني كيف كانت الموسيقى حقها كيف كيني ميني يا ايوه بس هذا الخدام خلاص اهمش انه نفس اللي عزف كيني ميني كيني ميني كيني ميني ايوه بس هذا اللي من طيب همي همك أنا ماشيكش تغني لي تعزفها بفمك كذا عزف همي همك همي همك لا دعاك الهمي يا غايب طيب عزفها عزفها هفه حي ما ح JUDY همه 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 دا لحن قديد قديد لا نحن قديد هنشي نستلاحه مه قلي tera برنامك طائر السعيدة الموسيقى التتر كيف تكي تمعني ما حقة طائر السعيدة برنامك آوو تابع البرنامك ابس نسيت الموسيقى حقها لالي الحلمية موسيقى لالي الحلمية 소개 ماشي مساعدة لا مسلسلات القديمة بلال من وين يا بلال؟ من أفريقيا من أفريقيا؟ يوه يا حيب بلال بلال تتابع المسلسلات اليمنية؟ يوه اشتتابع من المسلسل يمني؟ ما في ما فيش ولد تتابع؟ ما فيبام ما فيه أنا تعرف تغني؟ تغني أربياء أربياء أربياء؟ اوه من أربياء ما فيه معلوم شوية بس شوية طيب سمعني أي حاجة؟ أنا ديوبك أنت يا حبيبي يا حبيبي خلاص؟ خلاص؟ يوه ياتيك العافية شكرا اعزف لي لحن بفمك لتتر حق طائر السعيدة برنامجنا ايه برنامج؟ اشي سوار ولا هذا؟ هذا هو السوار عاد يقول ايه برنامج عاد يقول ايه ذي قصفة بالقبهة برنامجنا طائر السعيدة معه تتر موسيقى أغنية معينة اعزفها بفمك لا انت بريك كون لا انت بتعزف؟ لا ويش الكلمات حقها؟ اعزف اللحن لا تغنيهاش اعزفها بفمك كيني ميني كيني ميني كيني ميني انت تغني؟ لا انت تغنيهاش اغنيهاش اغنيهاش اغنيك هل تعلمش المسيغة حقنا؟ لا أتابع المسلسل البرنابق ولكن ما أسمع شد طيب همي همم همي هممك من النص من النص يلا الموسيقى لما لك قوى موسيقى لم تعملش كده يفتح فمك كذا طيب الله هي حزين ها طيب كيني ميني ولا تابعته شهاد ليل الحلمية ولا تابعته أي أغنية طيب أي أغنية ها قطع دا لإيمة خارب خارب أي أغنية أي أغنية أي أغنية تعزب فيها فمك كذا بعدين أشتسمع صوت الطاب لإيقاع كذا وين ال ما هو بوك بوكس أشتغل لا بس يعني محاولة كانك تقول صاطام صاطام معنا على الفرق كانك تدعي لبس الاغنية لا دي حتقوال حقا أيوة طارش أيوة قوال بلا طيب عزب تريرين 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 لا يعني شخص غانب قديم ملا طيب دحيل ما قلت لك ش حاجة يلا كم مرحقا أيوة طارش بس كده فتح فمك فتح فمك فتح فمك كده ٤ريرين تريرين مقطن يلا مهم من حق أيوب خي حق لالي يلا بعدو تريرين وغير لهقه غير اللكنة غيره كيف؟ يعني أعمال أكثر من حركة عمّاً 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 در اندtt على اصنانك.. زلكي. اي اغنية ثانية هي. انا شي دو الوطني. اوضع. ايو. اه اه. اسمك مرة ثانية. يونس القليعة. اذا كل يونس قد تكتزم معنا هذه المرحلة بنقاح بان احنا نعطيه الثلاث الظروف ونشوف ايش حظك في الظروف الثلاثة احنا معنا العاب شعبية ومعنا العاب ذهنية ومعنا خزنة الحظ ايش توقع انت تربح والله انا حظي دبور هي ثلاث العاب هي عبارة عن ثلاث العاب وكل لعبة فيها عددنا القوائز ايوه ايش السهل الالعاب شعبية ولا العاب ذهنية ولا شعبية عدو شكال تعاطفوا الناس طيب نشوف حظة هل هو شعبية ولا خزنة الحظ وسبحان الله دائما الناس على حسب ما يتمنوا هذا معك ثلاثة ظروف اختار ضرف واحد اختار ضرف واحد لا افتحها افتحها خلقها من اليمين يالله هي العاب شعبية اذا العاب شعبية مع يونس هي الاختيار اللي تم اختياره الان خلونا مع بعض نشوف ايش هي طبيعة اللعبة اللي حيلعبها او ترررررم ترررم اذا يونس مثل ما شفناك تازى المرحلة الاولى ببعد طلوع الروح ها صاح او لا لا ووصل الى ان اختار ضرف الالعاب الشعبية هنا معانا مجموعة من الكرات الملونة عدتها ثمان كرات وهناك معانا دائرة بيضاء ايش هتسوي يا يونس بعد من غلق لك عينك هتنقل الكرات من هذه الدوار المختلفة الى داخل الكرة البيضاء او الدائرة البيضاء الكبيرة الشباب اللي هنا بيدلوك تمشي يمين تمشي شمال ايوه صح ايوه غلط تمام تحاول تركز سمعك معاهم ومعاك دقيقتين اذا عرفتك تسى الموضوع ربحت خمسين الف ما عرفتش قريحة الخمسين الالف قاهز؟ صدام اذا ان يغلق له او يغمض له على عيونه بسم الله انتبهت تشوف الدرج اللي امامك ومعانا مثل ما احنا شايفين هذه الكرات والدائرة البيضاء اهم حاجة يونس ما يخرجنش من الدائرة البيضاء تحاول انك ثبتين ما يخرجنش منها خالص كيف يا شباب مسابقة سهلة او صعبة سهلة 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 طيب لحظة لحظة تشوف ولا ما تشوف لحظة يلا هنا نعود مع بعض واحد اثنين ثلاثة بسم الله انتبه دلا دلا يلا يلا نشوف نشوف الوقت يمشي معانا نشوف الوقت يمشي معانا نشوف الوقت يونس بسرعة يا يونس الوقت باس 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 يونس الوقت يا يونس سريع 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 ستة خامسة أربعة ثلاثة اثنين واحد يلا بتاح بتاح شيل الرباط شيل الرباط تعالي شيل الرباط تعالي شيل الرباط تعال ها كيف يستهلوا النصابة تمام كيف عرفت كيف عرفت المكان ما شاء الله ثبتهم بالتمام كايزي دوا هذا خارج ماذا دواك هذا؟ كامل هيا يعني كنت تشوف دا دا والله ما شوف حلف إذن يستهل القائزة لم يستهل؟ نا إذن يكون يونس قد حصل على قائزتنا في فقرة هيا للعب من طائر السعيدة خمسين ألف ريال ألف ألف مقلوب موسيقى إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ به ولهذا نصلت دائما الضوء على غريب القرآن الكريم وعلى بعض من آياته وسؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول قال الله تعالى في سورة المتزمل إن ناشئة الليل هي أشد وطءا وأقوى مقيلة ما معنى أقوى مقيلة؟ كيف حالك؟ الحمد لله كيف حالك؟ اسمك؟ دفتاح من عبد الحقر من أين؟ من جردان من جردان يا حياة قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطءا وأقوى مقيلة ما معنى قيلة؟ قيلة أشد وطءا وأقوى مقيلة؟ قيلة قوتا مثلاً إيش ناشئة الليل؟ ناشئة الليل؟ إذا فهمنا ناشئة الليل نفهم أعطني خيارات لا ماشي خيارات سأعطيك العافية شكراً لك أقوى مقيلة قيلة هي قيم الليل؟ أيها ما لقيم الليل؟ أقوى مقيلة شكراً لك شكراً لك أشئة الليل هي أشد وطان وأقوى مقيلة؟ هي أشد ظلام يعني أقوى مقيلة؟ آه يعني بالطول لا يعطيك العافية أشد يعني أقرب للدعاء أقرب للدعاء؟ لا يعطيك العافية شكراً أشد وطان يعني أقوى مقيلة ناشئة الليل ما هي ناشئة الليل؟ ناشئة صلاة الفقر صلاة الليل لا لا ناشئة الليل هي أشد وطان وأقوى مقيلة ناشئة الليل أستخدق بالليل ما كان رسول صلاة والسلام لما قال كان يقول أنه يقوم أشد في الليل يصلي طيب تعال صلاة الليل، إن ناشئة الليل خليك كذا شاهدنا عند الكاميرا بس إن ناشئة الليل هي أشد وطان وأقوى مقيلة ما معنى أشد وطأ وأقوام وقيلة؟ أشد وقوام وأقوام وقيلة هي من أشياء الليل عن الليل هذا المكان الصلاة والسلام والقوام القيام عنه الصلاة بس ايش معناها يعني ايش اقول لك كفا بسطها لك انا الشيكتر بعد الحين يعني لما واحد يكون نايم وبعدين يصحي عشان يصلي اسهل له الا لما يكون كذا صلاحي يصلي على طول لا لما يكون يصحي من النوم يقوم إلى الصلاة هذا بقهد كبير استحضار الصلاة بين نومتين يعني يكون نايم بعدين يصلي بعدين يريع فهي أشد وطأ وأقوام وقيلة هي الأكثر في الصعوبة والأكثر في الأقر أيضا صحيح؟ اسمك الكريم؟ عبدالحليم شمسن سعيد عبدالحليم من وين يا عم عبدالحليم؟ تربا هنا يا حياك عم عبدالحليم ويكون فعلا قد فاز معنا بجائزتنا في حلقة اليوم من غريب القرآن الكريم بثلاثين ألف ريال ألف ألف مبروك قال تعالى من سورة المزمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة صدق الله العظيم أشد وطأ وأقوى مقيلة أي إن إقامة العبادة التي تكون في الليل بين نومتين تكون أشد استحضارا وتأثيرا في القلب لأنها تجبر الإنسان على القيام من نومه واستحضار حواسه لعبادة الله سبحانه وتعالى وذكره في ذلك الوقت الذي يخلو من كل مؤثرات الدنيا وملاهيها كاختفاء كنوز البحر في أعماقه تختفي بعض الأسرار في حياة الكثيرين من الناس وتتجدد هذه الأسرار بتجدد استخدامهم لمجموعة من الآلات المختلفة ومنها الهاتف النقال ومع أن يشاهدوني مقبلة إليهم حتى يعتقدون بأنني سأفتش أنا لا أفتش أنا أبحث عن الرابح من خلال مرحلتين اثنتين الأولى هي الإيماء بإعطاء أربعة أرقام زوجية أو فردية من عملة نقضية يختارها المتسابق بنفسه ثم أنتقل إلى تفتيش ليس إلى تفتيش وإنما أنتقل إلى البحث عن رقم آخر مكالمة موجودة في الهاتف لنبحث عن أربعة أرقام فردية أو زوجية دعونا نشاهد من هو الفائز معنا في حلقة اليوم كيف حالك؟ الحمد لله اسمك الكريم؟ سلمان عبد الحافظ من وين سلمان؟ من أب من أب أشتغل في منفذ شحن؟ نشتغل هنا في النقل مسافرت عمان من قبل أو لا؟ لا يعطيك العافية معك فلوس؟ موجود أعطيني أفتش أش يشتغل أنت؟ في النقل في النقل الله يوفقك طيب هنا معنا 200 ريال تختار الأرقام الفردية أو الزوجية؟ الأرقام الزوجية الزوجية الرواقف أربع أرقام زوجية من هنا؟ تليس تنيس تسو ثمانية ثمانية ستة انت من وين تقرأ ثمانية لا لا لكن الأرقام تلك هنا من فوق ثمانية ثمانية ستة ستة وا ستة ستعة لا ستة لا 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 التي تنوبها فقط ستة ثمانية أين ستكون możالا لأegenفض شكراً لك. كيف حالك؟ الحمد بالله. اسمك الكريم؟ طاها حسين بي علي سليمان. من وانا اخي طاها؟ من المكلة. معك فلوس؟ اه. انت اعطيني؟ اعطيش. طول البرنامج هذا وانا اش حد. اعطيني. اعطيش. والسؤال لغير الله مذلة. تفضل. بس الف. هادا الف جيب. بس. بس. ليش? هادا مصروف اليوم. اساوي بهذا الالف بروح اشتري فيها خمير وشاي وانتها الموضوع. خلاص شريش بي خمير وشاي ماشي مشكلة عني. يلا شكراً. يلا عفوا. افضل. اي شاء الله. تعال تعال. تختار الارقام الزوجية ولا الفردية? الزوجية. الزوجية. طلع لي اربعة ارقام زوجية من هنا. من العملاء اللي موجودة معنا فيها مجموعة من الارقام. طلع لي اربعة ارقام زوجية. ستة. ستة. اربعة. اربعة. طبعا ارقام مختلفة. مش ضروري في نفس السلسل عني. في نفس السلسل اللي موجود هناك. طيب مرة تعالي. ستة اربعة. انت من وين تقرأ الان? اقرأ من الجنبها. لا انا اريد من هذه الارقام اللي هنا. بتغلطنيش. لا ما فيش هي 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 رقمين زوجية بس. ستة واربعة. ستة واربعة. لو كان باقي اربعة رقمين آخرين يكون تعطوتيك ثلاثين الف. خلاص خمسة عطيك خمسة عشر. بحق الرقمين. اول الف لي. وال الف ليش. ماشي مشكلة. صح ولا? اعطيك العافية. الله سلم. هذه حق المخرج. الله سلم. اسمك الكريم. اسمي ربيع. مين? ربيع. اهلا وسهلا من وين? من حضره موت والان ساكن من كله. يا حيو ما لك اقول لك اسعلك اسعلك تقول بتحنبيني لش انا حنب بالناس. لا مشكلة يعني الله طول عمري مشكلة. يعني قمت تقالي شيء اسألة ومعجزة فيها. لا 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 سؤال بسيط. اشتي منك فلوس. اشتي منك فلوس. فلوس. اه اعطيني فلوس. ابجر. يلا اعطيني. بسم الله. جوف. كما دي. كما معك. كل اللي معك. كل اللي معك. عدلوا في بلبيت هاتة اللي اللي بلبيت. بيت مع فيه للجهات. هاتهم. الله يخفض لكم يا رب. هذا اللي معي. طيب اختار عمره واحدة منها. اي واحدة اختار منها. ما لك ابو مياه. ما لك ابو مياه. ما لك ابو مياه. ما لك ابو مياه. طيب. هذه الف. احنا معنا هنا ارقام صح. فردية وزوجية. بس من غير ما تشوفها. تختار الارقام الفردية او الزوجية. زوجية. زوجية. طلع لي من هنا اربع ارقام زوجية. من هذا الارقام اللي هنا. سبعة. لا السبعة فردي. طيب ستة ثمانية. ستة ثمانية. ستة ثمانية. ستة ثمانية. ستة ثمانية تسة ثنين. ستسعة ثمانية. لا. اساعدك. احب سعدي. هات. اثنين. معاك الاثنين. ايو. والثمانية. ايو. بس. لو باقي كان رقم واحد كنت تكسب ثلاثين يا شاتور. ضعنا فيها. يعطي قلاب يا. الله يحفظ. شكرا لك. سلام عليكم. السلام عليكم السلام. كيف حالك? سلام عليكم. فيني بسمي. بسمي داليا. داليا من وين? من عدن. اعطيني فلوسي داليا. اوكي. يلا. والتليفون. شو اللي يعني. والشنطة. والاسويرة. كل شي ولا عليك. شكرا ربنا. بنات عدن كريمات وحبوبات وطيوبات. اكيد. بس خمسمية ومائتين ثمان بس باقي مع ممي. باقي مع ممي? عمي munي هناك. طلعي واحدة منهم اختاري واحدة منهم. اختار لك خمسينة. خمسمية?oli الزواجية. الزواجية. طلعي لي اربعة ارقام زوجية? Любいや اربعة. الا اربعة? بس والتنين. والستة. وايو. والا الانتين. طيب بنقول في ثلاثة حروف. افتح مكان. بنفتش التلفون بنفتش الواتس. ورسائل بس شريحة مش موجودة بساعة فتحي الواتس مقفر شريحة لا لا شي الواتس فتش هو خسارة اسم اس فحيلي اسم اس فتش الاسم اس فتش اخذي راحتي فتش عادي فتش الرسائل لا واثق من الساعة اخر مكالمة موجودة اخر مكالمة من امي فتحي ارقامها طلعي لي منها ثلاثة ارقام زوجية من دكة واحد اثنين الثمانية والستة والاثنين والاثنين صحيح الثمانية والستة والاثنين احنا طبعا نطلب اربع ارقام وانتي ما اعطيتنا لها ثلاثة ارقام فتح تبريب انت شراب ما لهم الارقام ما نقول نزل ايه بس احنا نشي منك اربع تمام وكعم عادي وش نشي منك والله ما رقعيك ايش اسمي قل داليا داليا ايذا من عدن تكون قد اكتازت معنا مرحلة باسورد من طائر السعيدة وحصلت على جائزة فقرة اليوم ثلاثين الف ريال الف الف مبروك حيوها ياتيك العافية اهلا بكم الى حدثة في رمضان مع مجموعة من الاسئلة التي نحاول تسليطها من خلالها على ابرز الاحداث التي حدثت في شهر رمضان الكريم خلال التاريخ كله وسؤال فقرتنا في حلقة اليوم يقول في الثاني والعشرين من شهر رمضان للعام مئتين وثلاثة وسبعين للهجرة توفي مؤرخ وعالم واحد علماء الامة في علم الحديث ما اسم هذا العالم السؤال مرة اخرى في الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك للعام مئتين وثلاثة وسبعين للهجرة توفي مؤرخ وعالم واحد علماء الامة في علم الحديث ما اسم هذا العالم؟ للاشتراك في المسابقة إما لربح الجوائز اليومية أو للدخول على المسابقة الكبرى والمقدرة بنصف مليون ريال والتي سيتم استحبوا عليها بإذن الله في نهاية الشهر الكريم ما عليكم إلا الضغط على الرابط الظاهري أسفل الشاشة واتباع التعليمات بالضيقة حظا موفقا للجميع وقبل الرحيل تودع الشمس بأضوائها الجميلة كل الكائنات الحية التي أشرقت عليها طوال يوم كامل كما نودعكم نحن بعد أن كنا معكم في ملتقى حلقة من طائر السعيدة حلقة تجولنا في أفياء اليمن السعيد تعرفنا فيها على شخصيات مميزة تتميز بجمال قلوبها وأرواحها أي شهد دائما بالأمن والسلام والتعايش والاندماج وكونوا كأمواج البحر التي تأتي وتذهب تأتي بكل جديد وتذهب وتبدع بكل شيء رائع على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة أخرى من طائر السعيدة لكم من أصيب الأمنيات إلى اللقاء أهلا بكم في طائر السعيدة بالفيدة والمتعة الفريدة خفة ومعلومة مع جواز هدر معانا كل يوم جديدة طائر السعيدة طائر السعيدة أهلا بكم بالسالب البوادي والبحر والشطان في بلادي وفي الجبل كنا مع المشاهد والريف والأسواق والنوادي أهلا بكم في طائر السعيدة أهلا بكم في طائر السعيدة